أكثر من 500 مليون دينار كان الدعم الحكومي الأردني لقطاع الصناعة المحلية من خلال إعطاء المزيد من الإعفاءات الضريبية وتقديم القروض الميسرة بالإضافة إلى تفعيل القانون الضمان الاجتماعي طرح البنك المركزي 500 مليون بفوائد أظن 2% أيضا طرحوا قروض لتلبية حاجة العمال بدون فوائد حملتها الحكومة ساهم الضمان الاجتماعي أيضا في دفع جزء من رواته وصار بعضها أنا عارف أنه لا يكفي لكن هذا الحال هذا وضع الأردن المالي أنا أعتقد لو كان وضع الأردن ماليا أفضل لكانت الدعم للقطاعات التي تعطلت أكثر ولكن هذا اللي قادرين حصل عليه كذلك توسيع التعاون بين القطاع العام والخاص والاعتماد على الأيدي العاملة المحلية وجعل نسبة تشغيلها أكثر من 70% والاعتماد على السوق المحلي من خلال إيقاف استراد البضائع التي يمكن صناعتها محليا عاشت الصناعة الأردنية بشكل عام في خلال أزمة كورونا تجربة جديدة حتى كانت أيضا تجربة جديدة بالتشاركية ما بين القطاع الخاص وما بين الحكومة بحيث هناك يكون أثر أقل لتداعيات هذه الأسمى السلبية قمنا منذ بداية الأزمة بالتعاون تشاركين مع الحكومة في فتح القطاعات الذات الأولوية ومن ثم الانطلاق إلى المنتجات التي بحاجة إلى المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا بهدف التصدير لدول الجوار وأيضا للدول العالمية ويشهد قطاع الصناعة المحلية الأردنية عصرا ذهبي من حيث تركيز الاهتمام والاعتماد عليه بشكل كبير لسد النقص الحاصل بالأسواق الأردنية في ظل جائحة كورونا هبة السودان العراقية الإخبارية عمان